الرقية تنقسم إلى قسمين رقية شرعية ورقية شركية ممنوعة الرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تنتقل الرقية من شرعية إلى شركية هذه الرقية شرعية تنقسم إلى قسمين الرقية شرعية تنقسم إلى قسمين نعم الشرط الأول الشرط الأول أن تكون الرقية بالقرآن كأن يقرأ الفاتح أو من السنة كأن يقول مثلا أعوذ بكلمات الله أو يدعو يقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي الشرط الثاني أن تكون الرقية بصوت مسموع لابد إذا تقرأ على مريض لابد ترفع صوتك حتى نسمع ماذا تقول الشرط يقول لابد وإن لما عد وإن ويهاي عد كاسوانا لما قلي ومقلين ننك حنوصا إيدتك للجوكوبة ولابد أن نفهم هذا الكلام لا يمكن أن تقول هكذا لا نفهم لابد أن يكون الكلام معلوم لا مجهول لأنه ممكن تقول خربوش طربوش نحن لا ندري ما أصلا أنت لستستطيع تترجم الآن لي خربوش طربوش ممكن أسمع الشياطين هذي وإن النقطة وحل فهم كرو أو كلمات كي سنعيسكو حريهين أو يسن نقونين كلمون لسكو جرجري وباللغة العربية لأنه لا يوجد عندنا رقية بغير اللغة العربية وإن النقطة وحل لسكو أخرنا ينا لو قد أف عربية أف صومالي أف سواحيلي أف انجريس قف لغمتو فكرة الشرط الثالث أن نعتقد أن الرقية سبب نعم نعيد مرة أخرى الشرط الأول أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفات إذا كانت من باب الدعاء أن تكون بكلام مسموع مفهوم معلوم وباللغة العربية نعم الثالث أن نعتقد أنها سبب والله سبحانه وتعالى هو الذي بيجي جلب المنافع ودفع المظار وإن المدى سدحاد وإن آمنا إنه يتهي السبب الله سبحانه وتعالى ويهي متكا كينا نبكا ينفتبا اختل شرط من هذه الشروط تنتقل الرقية من شرعية إلى شركية هادي شرط شدح دان شرطي أنصر شاقني متكا متأه لوائيو وحيقود بيسا رقية ذي تفدي وحيقود بيسا شرعية وحيقود بيسا إنه النقاط الشركية والله أعلم ما يا رقيا موسيقى موسيقى موسيقى